السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام متابعي قناة صحتك في معلومة الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حلقة اليوم انشاء الله أحبابي في الله سوف نعرض عليكم أهم الفواد الصحية لثمار البرتقال ما تنسوش عمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لو أعجبكم الفيديو وإليكم في التقرير التالي أهم فواد البرتقال فابقوا معنا إلى النهاية فواد البرتقال وتأثيره على الشعر والبشرة وصحة اللث والقلب البرتقال من أنواع الفكهة الأكثر شيوعا في مختلف أنحاء العالم ينمو البرتقال في المناخات الاستوائية بشكل أساسي له طعم مميز منه الحلوة ومنه الحومض يحتوي على نسبة مركزة من الفيتامينات والمواد الغذائية التي تعز الصحة الجسم في مختلف الجوانب يتميز البرتقال بفواده الصحية العديدة بما في ذلك حماية العين وتعزيز الرؤية يحسن الأداء الجنسية والوقاية من الإمساك وتعزيز عملية الهضم عاد عن فعليته في تحسين تقلبات المزاجة والعناية بالصحة الفموية وتقوية الجهاز المناعية لا يخفى كذلك تأثير البرتقال في نظارة البشرة وتنظيم ضغط الدم وحمية صحة القلب ومكفحة الخلايا السلطانية تحتوي البرتقال الوحدة كبيرة الحجم على 184 غرام تقريبا على المواد الغذائية التالية 86.5 سعرة حرارية 21.6 غرام كربوهيدرود 1.7 غرام بروتينات 0.2 غرام دون 4.4 غرام ألياف غذائية 97 ميلي غرام فيتامين جيم أي 163 من الحاجة اليومية الموصدها للجسم 55 ميكروغرام فوليت 0.2 ميلي غرام ثيامين 333 ميلي غرام بوتاسيوم 414 وحدة دولية فيتامين ألف 73 ميلي غرام كاليسيوم 0.1 ميلي غرام فيتامين باستة 0.5 ميلي غرام حمض البنتو ثيانيك بالإضافة للنحاس والريبوفلافين والفسور والمنغنيس أما عصير البرتقال فيحتوي على نسبة أعلى من السعرات الحرارية والسكريات وأكمية أقل من الألياف الفوضى الصحية العظيمة التي يتمتع بها البرتقال حماية صحة العين وتعزيز الرؤية يتميز البرتقال بغنيه بفيتامين ألف والذي يساهم في الحفوظ على صحة العينين عرف البرتقال منذ عدة عهدى بغنيه بفيتامين ألف بالإضافة للمركبات الحيوية النباتية التي تساعد في حماية العين من الأمراض المرتبطة مع التقدم في السن مثل الضمور البقعية أو اعتامة على ست العين يتميز البرتقال بخصوص محفظ جنسية مما يساعد في تحسين الأداء الجنسية عند الرجال والنساء يظهر تحسن ملموس في علاج المشاكل الجنسية مثل ضعف الانتصاب أو ضعف الرغبة الجنسية إذ يعزز إنتاج الهرمونات الجنسية يحتوي البرتقال على كميات وفيرة من الألياف الغذائية التي تتميز بفعلياته في علاج المشاكل الهضمية وتحسين حركة الأمعاء تقوية مناعة الجسم يحتوي البرتقال على مجموعة من الفيتامينات ومضضات الأكسادة التي تحفز الجهاز المناعي الداخلية بما في ذلك فيتامين جيم تكون أهمية فيتامين جيم في مكافحة عمليات الأكسادة الضر بالجسم والقضاء على الجزائيات الحرة تحسين الحالة النفسية وتقلبات المزيج يساعد البرتقال في تحسين الحالة النفسية والحد من حالات الاكتئاب والوقاية من القلق يحتوي البرتقال على مركبات الفلافوندات التي تعزز تصنيع مادة السيروتينين وهو ما يعرف بهرمون السعيدة كما يعمل البرتقال على خفض مستويات هرمون الكورتيزول وهو ما يعرف باسم هرمون التوتر حيث يقوم الجسم بزيارة إفرازه في حالة الضغطات والتوتر والإرهوقة العناية بالصحة الفموية المواد الغذائية التي يتمتع بها البرتقال تحافظ على الصحة الفموية وتساعد في مكافحة العوامل الممرضة التي تهاجم اللثة وبالتالي يمكنها الدخول إلى مجرأ الدم وتساعد الحمضيات في تحسين الصحة اللثة من خلال تقوية الأوعية الدموية والأنسجة كما يتميز فيتامين جيم بفاعلياته في مكافحة التهبات اللثة دياليس قربوط الناتج عن نقص فيتامين جيم من أولى أعراضه نزفة اللثة وبطأ التأم الجروحة وتدهور ألياف الكولوجين الدعمة تنظيم ضغط الدم يعتبر البرتقال من أعظم أنواع الفواكه التي تساعد على تنظيم ضغط الدم حيث يحتوي على معدن البوتاسيوم الذي يتميز بدوره كموسع للأوعية الدموية ويحافظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم فيمنع احتباس السوائل والوقيات من تشكل حصوات الكلية من الوظائف الأساسية للكولية هو دورها في تنظيم ضغط الدم المواد الغذائي الموجود فيها البرتقال تحفز على إنتاج ألياف الكولوجين مما يجعله طعاما غذائيا لتلبية احتياجات البشرة والعناية بجمالها وحيويتها كما يساعد البرتقال على الحد من ندبات حباء الشباب وتخفيف تصبغات البشرة وتشديد نمو البشرة مكافحة الخلايا السرطانية يحدث مرض السرطان عندما تنقسم الخلايا بشكل غير طبيعي هذا الانقسام السريع غير الطبيعي للخلايا السرطانية يأخذ مكان الخلايا الطبيعية ويقضي عليها يعتبر البرتقال من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسادة التي تقوي المناع وتكافح نمو الخلايا السرطانية وذلك بفضل يحتويه على المركبات الكيميائية النباتية التي تحارب انتشار السرطان وتقضي عليه بإذن الله تعالى ترتبط المشاكل الهضمية غالبا مع زيارة حمولة المعدة والاضطرابات التي تؤثر على الأمعية ويساعد البرتقال في تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز زيارة انتاج العصرات الهضمية وخفض حمولة المعدة مما يعزز عملية الهضم والوقعات من التهاب المعدة عندما تزداد كمية الكوليسترول والحموضة الدسمة في الدم يؤثر ذلك على امتصاص الفيتامينات والمواد الغذائية الأساسية المحملة مع الدم ويعيق وصولها للأعضاء الحيوية والأنسجة مما يؤدي لمشاكل صحية خطيرة ومضاعفات الاستهلاك المنتظم للبرتقال يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضغر وبالتالي يوفر حماية للقلب الأليافة الغذائية الموجودة تساعد على إزالة الدهون من الدم من الممكن الوقاية من تساقط الشعر من خلال تناول الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية مثل البرتقال يحتوي البرتقال على مواد غذائية تساعد في تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس والحفاظ على تغذية جذر الشعر والوقاية من المشاكل الصحية المرتبطة بالشعر قشر فاكهة البرتقال قد تساعد في التحكم بقشرة الرأس وتعزيز إنتاج الكوليجين والتمتع بشعر حيوي وليم متابعين الكرام وتابعي قناة صحتك في معلومة لو أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل الإشعارات إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنقر